كامفا ولا فوتوشوب? ناس كدير بتسألني هشتغل على كامفا في التصميم الجرافيك ولا الفوتوشوب? والحقيقة ان السؤال ده فيه مغلطة منطقية جبيرة جدا. ليه? لان كامفا واستخدام موقع كامفا للتصميم وده انا شرحته بالفعل على القناة في احسن واقوى كورس على اليوتيوب على الافلاق بشكل مجاني. وكمان عملت كورس اسمه شغال اونلاين باعتمد في اعتماد كبير جدا على موقع كامفا في اول كسم منه بان احنا نتعلم تصميمات السوشال ميديا. ويعني انا خبرة في كامفا وبقيت كمان سفير في كامفا وكاتب معهم عقل بقى وايه وموضوعه بقى رسمي وفيه لسه مفاجئات جاي. المهم. كامفا ولا فوتوشوب? انا فاهم فوتوشوب. وبعرف اشتغل عليه واعرف اناد الكوالب واعدلها والموضوع بسيط بس طبعا مش محترف الفوتوشوب ومش متخصص فيه بشكل يعني مش مصمم جرافيك. انا مش مصمم جرافيك. لكن فاهم في كامفا بقدر ان انا اعمل الشغل اللي محتاجه. الشغل اللي يخلي الاعلان بتاعي يعدي. الشغل اللي يخلي الصفحة بتاعتي يظهر عليها بوستات شكلها شيك. كويسة. احترافية زيها زي الفوتوشوب بالضبط في المجال بتاعها. لكن فوتوشوب ليه استخدامات تانية خالص. فالفوتوشوب اتجاه وكامفا اتجاه تاني. كامفا ومواقع الشبيهة بتحاول قدر الامكان ان هي تجيب خصائص وادوات قريبة من الفوتوشوب عشان تغنيك عن الفوتوشوب. وبالفعل انا نفسي استغنيت عن الفوتوشوب دلوقتي. شلته من الجهاز حرفيا. عملت له اني نستول. انا شلت البرنامج مبيتش محتاجه. دلوقتي حاليا انا في يعني منافسة شديدة ما بين ادوبي بريمير وكاب قط. وبنسبة كبيرة انا هشيل ادوبي بريمير قريب. بس مشكلة انه في ميزة واحدة. وحتكلم عنها قريب جدا مش موجودة في كاب قط لحد دلوقتي. فانا بستني ميزة تبين موجودة في كاب قط وحرفيا حمسح ادوبي بريمير من الجهاز. فمفيش منافسة ما بينهم في الاتجاه ده. في منافسة في حاجات تانية. فلو انت عاوز تبقى محترف فعلا في التصميم محتاج انك تتعلم الفوتوشوب وتتعلم الاستوريطر وتعلم انديزاين وتعلم كل حاجة خاصة بالبرامج ديت. ولكن عايز اقولك ان كامبة تغنيك في البداية بشكل قوي جدا 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 وتدي لك حاجات يعني لا تتخيلها. حاجات كتير جدا. وكفاية ان فيها قوائل بجهزة بتخليك تغير بس الكلام اللي موجود. شكرا. ومعاك حقية في ان انت وحقوق الملكية انك تستخدمها طالعا انت مشترك. فيش مشكلة. تقدر تعمل عليها فيديوهات. تعمل عليها مواقع. تقدر تعمل عليها العاب على الانترديت. والزكاة الاصطناعي فيها دلوقتي بقى فيه شغل جامد جدا. فاللو انت مش عارف كامبة وعايز تجربها لمدة تلاتين يوم بشكل بشكل مدفوع بس فور فري. هسيب لك اللينك في وصف الفيديو او في التعليقات. تدخل على موقع كامبة الرسمي. وتشترك لمدة تلاتين يوم. بدون اي رسوم وبدون اي مشاكل خالص. هتتجرب الكامبة البرو تلاتين يوم. فنصيحة لأي حد حابب انه يبدأ الجرافيك ديزاين انه يدخل على كامبة اولا وبعد مدة يبدأ انه يتعلم الفوتوشوب. لان الفوتوشوب طبعا وحره كبير جدا وتكلفته غالية جدا جدا. كامبة في الشهر في تلاتة دولار. والفوتوشوب شوف التب كام? يعني وصل تقريبا الف وخمسمائة جنيه ما يقارب تقريبا تلاتين دولار. رقم كبير جدا بالنسبة للناس اللي لسه بتبدأ. فلا لو انت لسه بتبدأ. لا انصحك اطلاقا بالفوتوشوب او اي برنامج برامج تانية من ادوبي صراحة يعني. ابدأ على طول بالرخيص اللي هو كامبة. كامبة للجميع يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.